أنت دايماً يا كريم أدوارك برضو بحس أن هي اللحظة بتاعة قلبة المسلسل يعني مش حتى بس في جعفة العمدة في أدوار تانية أنت عملتها كتير تحس أنه هو ممكن يكون ما كنتش موجود في كل الحلقات 100% بس بيبقى في حلقات أنت بتقلب الموازين بتاع المسلسل ما هو بوس يا ريهم هي الكم ولا كيف كيف طبعاً فأنا بالنسبة لي كيف يعني في أدوار بتبقى موجودة من أول حلقة لغاية آخر حلقة في المسلسل دي يسمعها أدوار مردات هو ما حد موجود بيرد لكن أو ساعات للأسف الكتاب في مصر بيحشوا بيها فالأدوار دي يعني بتبقى أدوار مجملات يعني يعني المسلسلين بيجوا فيها بيجوا مجاملة كده لكن أنا وعيدة الأدوار دي ما بحبهاش بحب حاجة تبقى إفاكتف جداً بغض النظر بقى ظهورها كان قد إيه كريم متاخد عنك دايماً بسبب أدوارك أن أنت بني قدم شرير يعني مش أنت مش كده خالص يا كريم بصراحة يعني دايماً بتنقي الأدوار بحسة أن أنت شوية فيلن أو أن أنت شوية حتقزي حد أو أن أنت حتعمل حاجة في حد إيه كريم؟ ليه كلك بيش تيبة خالص في الموضوع والله مش عارف هو يمكن أنا طيب كاستد محصور في الحتة دي لا لا معتقش مش عارف يعني حتى شكلك الكريم ما يديش كده شكل شرير؟ لا بالعكس شكلك العكس شكلي طيب مش عارف بس يمكن معرفش أنا لغاية دلوقتي بصي عشان أكون صريح معاك ما جات ليش فرصة أن أنا أختار قوي الأدوار لكن في مصر للأسف فيه كتير قوي من المخرجين بيقولك إيه دا؟ دا كان شاطر قوي في الدور الفلاني فخليه بقى هنركوره كده على طول بيبقى دور الزابط فيه واحد بيطلع الزابط على طول في حد بيطلع دكتور على طول أنا صدفت معايا بس أن أنا جروب الدفعة نزوة؟ لا النزوة لسه دوري مش باين قوي فيه هيبان أكتر في قارتو لكن جروب الدفعة وجعفر العمدة نصاب والتنين جوم وربعة دا كان أف سيزن وده في السيزن متى رمضان فالناس بقى ابتدت ايه تصنفني أكتر في الحت